في البنك وفي السوق السوداء تمام طبعا هنبدأ بالسوق السوداء اللي هي بتشغل الكثير لان معظم التداول من خلال السوق السوداء فبالنسبة للدرول الامريكي اليوم السلساء خمسة اتناشر الفين تلاتة وعشرين الدرول الامريكي للشراء تسعة واربعين جنيه وواحد ارش وللبيع تمانية واربعين جنيه واثنين وخمسين ارش الريال السعودي الشراء اتناشر جنيه وسبعة من عشرة للشراء واثناشر جنيه وسبعة وخمسين للبيع بالنسبة لليورو سعر الشراء تلاتة وخمسين واثنين وثلاثين من مية وسعر البيع اتنين وخمسين وثمانية وسبعين من مية الدرهم الإماراتي 12 جنيه و 98 قرش للشراء و 12 جنيه و 85 قرش للبيع الدنار الكويتي للشراء 159 جنيه و 85 قرش للشراء و 158 جنيه و 26 قرش للبيع الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري 62 جنيه و 29 قرش للشراء و 61 جنيه و 67 قرش للبيع الريال العماني 128 جنيه و 43 قرش للشراء و 127 جنيه و 15 قرش للبيع اليوان الصيني 6 جنيه و 44 قرش للشراء و 6 جنيه و 37 قرش للبيع الدولار الكندي 36 جنيه و 7 من 10 قرش للشراء و 35 جنيه و 71 قرش للبيع الريال القطري 13 جنيه و 8 قرش للشراء و 12 جنيه و 95 قرش للبيع الفرنك السويسري 56 جنيه و 24 قرش للشراء و 55 جنيه و 68 قرش للبيع الدولار الاسترالي 32 جنيه و 44 قرش للشراء و 32 جنيه و 12 قرش للبيع الدولار الاردني 69 جنيه و 31 قرش للشراء و 68 جنيه و 62 قرش للبيع الدولار البحريني 131 جنيه و 11 قرش للشراء و 129 جنيه و 79 قرش للبيع الين الياباني 16 قرش للشراء و 16 قرش للبيع الكورون السويدي 4 جنيه وربح للشراء و 4 جنيه و 21 قرش للبيع الكورون النرويجي 4 جنيه و 11 قرش للشراء و 4 جنيه و 7 قرش للبيع الكورون الدنماركي 6 جنيه و 72 قرش للشراء و 6 جنيه و 65 قرش للبيع ده طبعا بالنسبة للسوق السوداء ده سعر صرف الجنيه المصري في السوق السوداء مقابل العملات الأجنبية اليوم السلساء 15 2023 أما بالنسبة للبنوك فهنشوف البنك المركز المصري سعر الصرافة فيه النهار ده كام بالنسبة للجنيه داخل البنك المركز المصري الدرولة أمريكي 30 جنيه و956 من ألف للشراء و30 جنيه 825 من ألف للبيع يعني 30 جنيه 95 إرش للشراء و32 جنيه 82 إرش للبيع ده داخل البنك المركزي المصري الريال السعودي 8 جنيه و25 إرش للشراء 8 جنيه 21 إرش للبيع اليورو 33 جنيه 64 إرش للشراء 33 جنيه 49 إرش للبيع الدرهم الإماراتي 8 جنيه و43 إرش للشراء 8 جنيه 39 إرش للبيع الدنار الكويتي 100 جنيه و26 إرش للشراء 99 جنيه و80 إرش للبيع الجنيه السترليني 39 جنيه و26 إرش للشراء 39 جنيه و8 أرش للبيع الريال العماني 80 جنيه و61 أرش للشراء 80 جنيه و 65 من 100 أرش للبيع الليوان الصيني 4 جنيه و33 إرش للشراء 4 جنيه و 31 إرش للبيع الدولار الكندي 22 جنيه 86 إرش للشراء 22 جنيه 76 إرش للبيع الريال القطري 8 جنيه 49 إرش للشراء 8 جنيه 45 إرش للبيع الفرنك السويسري 35 جنيه 47 إرش للشراء 35 جنيه 33 إرش للبيع الدولار الأسترالي 20 جنيه 59 إرش للشراء 20 جنيه 49 إرش للبيع الدنار الأردني 13. ج. 64. ج. لشراء 43. ج. 41. ج. للبيع 82. ج. 28. لشراء 81. ج. 76. ج. للبيع 2000. ياباني 21. ج. 21. ج. للبيع 2. ج. 97. ج. للشراء 2. ج. 96. ج. للبيع الكورون النرويجي 2 جنيه 88 لرش للشراء و 2 جنيه 87 لرش للبيع الكورون الدنماركي 4 جنيه 51 لرش للشراء و 4 جنيه 49 لرش للبيع وسعر الصرف ده يا جماعة هو قيمة عملة واحدة مقابل عملة اخرى وطبعا ده بيبين النهاردة في ارتفاع طفيف قيمته تقريبا 1 جنيه في السوداء الدولار امس في السوداء كان ب 48 جنيه النهاردة 49 جنيه في السوداء طبعا الدولار رايح جاي والفترة الجاية توقعات ان هو هيستقر على سعر 50 جنيه الى 52 جنيه في الحدود دي لكن النهاردة ارتفاع بنسبة جنيه عن امس لانه اول امس كان 46 امبارح 48 النهاردة 49 جنيه فهو في ارتفاع وطبعا اه بالنسبة لباقي العملات قلنا سعر الصرف اللي هيها في السوداء وسعر الصرف في اه البنوك المحلية البنوك المصرية فبتمنى الفيديو يكون افاتح حضراتكم وبتمنى اكون جبت لكم المعلومة لحظة بلحظة بتمنى من حضراتكم الاول مرة يشوف قناتنا ومهتم بسعر صرف الجنيه المصري كل يوم يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد من فيديوهاتنا باشكر حضراتكم شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا